بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أحبائي نتمنى جميعا تكونوا بخير فكما وعدتكم في فيديو سابق أني رح نحاول كل مرة نجمع أكبر عدد من التعليقات من الأسئلة المهمة فيما يخص بكالوريا 2025 وبعدها نجاوب عليكم فهذا الفيديو خصصته للإجابة عن جميع تساؤلاتكم التي دائما تطرحونها في القناة فأول تساؤل قالت السلام عليكم أستاذة أنا طالبة خسرت باكالوريا 2024 تسيير واقتصاد نظامية حابة نغير الشعبة لأدب وفلسفة ليبغ والجهيني الله يسعدك أستاذة خايفة منها إذا ما نعرفش كيف نبدأ نقرأ فلسفة وأدب وفرنسي وأنجلي أنصحيني أوكي حبيبتي شوفي بما أنك ركي حابة تغيري الشعبة معناها كمحسيتي شروحك آليز في شعبة تسيير واقتصاد فطبعا كل واحد يشوف الشعبة اللي تساعده لبلس خاصة إذا ما جبتيش معدل يعني قريب من العشرة لأنه حتى عشرة وما تديرلك والو لكن بما أنك تساعدك ألاسي في هذه الشعبة غيريها لما لا وما أنك ركي أدب وفلسفة أدب وفلسفة بروغرام بروغرام تخي شارجي وتخي لان ما نشخوفكم جماعة لكن هذا الواقع لهذا شوفي يعني إذا فريمان تتنترس بالدروس اللي قروها أدب وفلسفة وتشوفي أنه عندك بان ميموار تقدري تحفظي بان نمخ تعمقالات نمخ تعدو روس اكسدرا وي فازي ديريها وتوكلي على الله وطبعا قبل ما ديري أي حاجة دائما استخيري الله عز وجل م شاء الله فيها خير ثاني سؤال السلام عليكم أنا جبت الباك وراح نعاود حرة أعطيولي حل الرياضيات قريتها وحلي التمارين حتى نشبعت ما الحل جو بانسك المشكل را عندك في الرياضيات بما أنك تكون مانسوني الرياضيات رياضيات جماعة ستون ما تيخت خيب خاتيك يعني لازم عليك تدير فيها أكبر عدد من التمارين من التطبيقات من حل المواضيع وطبعا اللي شوف روحك ناقص أنا دايما نقولها لكم جماعة في جميع المواد شوف روحك ناقص فيما تدير لكو يعني إذا كنتي غير تحلي التمارين وحدك هكذا بدون أي مساعدة بدون أستاذ مشرف عليك ما ينبلي ما غاليش تخدمي بس كتو سيختو سيختو إذا كنتي ضعيفة بالزف الماض يعني الإنسان اللي شوف روحك ناقص في أي مادة كانت يروح يدير لكو ما تستخسرش في نفسكم يا جماعة معليش عام ويفوت معليش ما تقولوش لا ما عنديش الوقت لا مدى بيا الريح هاد العام أصلا ماشي عام تعراحة هاد العام كما قولو عام تعجيهات يعني تجاهدوا لماكسيموم وكل شي يفوت هاو مادو تعدو من الفنتكات فوتو الباك ويعني كين اللي ربحوا ونساوقها هادك التعب اللي فات عليهم أثناء السنة الدراسية فإذا عندك كاماك حل تعك هو تديري لكو داك دخلي في دورات حلي تمارين بكثرة حلي مواضع وطبعا كل ما تحلي تمارين ولا تحلي موضوع روحي تديه للأستاذن تعك اللي هو غادي يحاول يعني يفهمك مثلا إذا ما فهمتيش نقطة معينة في تمارين معين ولا حصلتي في نقطة ولا دايما روحي للأستاذن تعك قسمه ولا تعليكو ولا صديقه وقولي لا أستاذ أنا هاد النقطة أني حصلة فيها فهم هادي وريلي كمان جود وافر داكو سجلت عندك وراني متشوقة باش نقرأ عندك أستاذن العام الماضي بنت عمتي قرأت عندك وجابت 17 في الفرنسية رغم أنها ضعيفة بزاب في الفرنسي إن شاء الله احتانت في دنيا الدورة ديالك إن شاء الله حبيبتي شكرا هذا شرف كبير لي أنه أغلب التلميذات يعني ما شاء الله يجوا عندي هكذا كيجوا ويسجلوا في دورة الفرنسية يقولوا ليني فرحانة نمتحمسة نمتشوقة نقرأ عندك والله سمفه فريمان بلازير بسك هاد الموتيفاسيون اللي راهي عندكم حتى أنا تموتيفيني كتر دونك إن شاء الله يا ربي كمان اللي بنت عمتك جابت 10 سنتي إن شاء الله يجيبي كتر يجيبي حتى 18 و 19 بسك عندي تلميذتين ولا 3 ويجيبنس في الفرنسية يعني ما شاء الله فعلا نقاط ممتازة جدا وإن شاء الله هذا العام الدورات على الفرنسية كذلك رح تفيدكم فيها جديد فيها أمور جديدة ما كانوش العام لي فات مثلا أنه في نهاية السنة جميع التلاميذ المسجلين يتحصلوا على شهادة مستوى في الفرنسية وإن شاء الله بإذن الله هذا الدورة رح تفيدكم ورح تحسن بزاف من مستوى نتعكم وإن شاء الله بإذن الله أنا معك أستاذة وبسبب الفرنسية والإنجليزية والرياضيات لم أتحصل على البكالوريا وهذا العام الرابع للأسف شعبة أدب وفلسفة دائما هذه المواد هي سببي مع أن الفلسفة تحصل على 15.5 والمواد تاريخ إسلامية عربية 11 سبورت 19 ورغم ذلك لم أتحصل على البكالوريا لهذا جمعاء علشان في كل فيديوهاتي في كل فيديوهات نقول لكم كل مادة يعطيها قيمتها المادة الأساسية يعطيها قيمتها والمواد الثانوية يعطيها قيمتها مثلا هذا التلميذة قلت لك باللي هي شعبة فلسفة يعني المواد الأساسية تعادب وفلسفة واش هما التاريخ الفلسفة والعربية هذو هما الثلث مواد أساسية في شعبة أدب وفلسفة ولكن رغم أنه تجيب المعدل في هاد المواد إلا أنه في المواد الأخرى بويسكو ما تخدمش ما جاب تشلبك وللأسف للمرة الرابعة أنا نصيحتي لك حبيبتي أولا ما تستسلميش يعني مشي أنه المرة الرابعة نتعك خلاص تقولي أنا بالعكس تماما أنت يا زيدي ديري بلوس ديفور بو اتنظر تنبوت ايو سي ركزي حتى للمواد التانوية يعني كما قلتي الفرنسية الانجليزية الرياضية هدو كذلك مواد جماعة يعاونكم بزاف باش تطلعوا المعتن خاصة اللي حاب يدير تخصص مليح خاصة معدل عالي لازم عليه يركز على كل شيء بدون استثناء ودايما نقول لكم إذا عندكم نقائص ديروا ليكوخ ما تتبعوش هدوك الناس اللي يقول لك لا ماشي لازم ليكوخ إذا كان متمكن تلميذ ممتاز ماشي لازم عليه يدير ليكوخ ولكن لي شوف روحة ناقص لازم عليه يدير ليكوخ باش أستاد متكون ومخصص هو اللي يعاونك باش تأمل يوغي لنيفون تاعك وباش تعالج النقائص اللي عندك في هذه كلمات نعم أستادة اللي ما يقراش في اللول غي ما يطمعش صراحة شهر ولا شهرين باتحوص تقراته لك سحتك أنا حتى حسيت بالجنون وعيت بزاف ما قدرتش خاصة في أسبوع الباك ما وليتش مليحة وليت كيز زومبي وخلاص مالغري ماشي علاجة لهذا السبب لأنه مريت بضروف خاصة والحمد لله ما جبتوش وهذا العام نجيبو بإذن الله تعالى ورب يوفقكم هادي جو بانس كومنتات على الفيديو اللي قلت لكم لازم تبدأوا مين الآن لأنه فعلا شوفوا والله العظيم والله العظيم ثم والله العظيم هادي باريكسبرينس كل واحد يقول لك نخلي حتلى داغنيار مينوت والله غير يحصل حصلك أحلى والله العظيم شوفوا هاديك تعتخلي حتلى يبقى لك شهر ولا شهرين وتبدأ مزيره هاديك أصعب موقف تمر به في حياتك على مالكم خلاص تحص روحك مخك باللوكة ما عارفش واش تبدأ واش تدير واش تخلي واش تحفظ واش نروح نحل المواضع ولا نروح نحفظ ولا نروح نفهم ألوغ جماعة الحل لنتعكم هو أنه تديروا برنامج راني درت لكم برنامجين في القناة هات الأسبوع وإن شاء الله نزيد نشارك معكم برنامج الثالث ونديروا برامج عديدة باش كل واحد يشوف البرنامج اللي يساعده فنضموا وقتكم من البداية من بداية السنة من الآن من الآن جماعة نضم وقتك الآن في هاد الفترة المتبقية قبل الدخول المدرسي عالجوا النقائس لي عندكم في إحدى المواد مثلا أنا نقص في الأنجلي في الفرنسي في المات في السيانس شوف النقائسين حاول أني نستدركها بما أنه عندي وقت فارغ وكي تجي لغاندخي نضموا وقتكم قال أنا نروح نقرأ مكي نخرجنا من الليسي نرتاح ساعة نعود نبدأ نريفزي تل ماتير تل ماتير كمسا فوزالي أورغانيزي فوت خطن وحتى لزيتود انتاكم يكونوا بلوز أورغانيزي كي يقرب الباك تلقى روحك فاهم كل شي حافظ كل شي غي تبقى تقلب في الورق وصحي أوكي أستاذة جبت الباك 2020 بعشرة ونحوص نجيب باك 2025 ب16 مالغريد عيفا في الفرنسي وانجلي ورياضيات أنصحيني كيفاش نتمكن منهم ليح وشكرا أستاذة ربي حافظك تابعتك الأشهر الأخيرة وجبتوه في 2024 فشوفي هي حتى حاجة ما مستحيلة وكنت حكيت لكم على التلميذة اللي يعني في الباك اللي أنتحة ما جابتش الباك في الباك الدوزيام جابت 13 في الباك الثانيام جابت 16 يعني حتى حاجة ما مستحيلة وما تقوليش بلي أنا جبت 10 ممكن جيبي ساز ممكن جيبي حتى أكثر ولكن كما قلت دائما هاد المواد بما أنك ضعيفة فيهم يستحسن أنك تدخلي لدورات ولا تروح يديري لك ولا يعني شوفي يعني كيش نفهمك شحال ما تقدري تحسني نفسك والمستوى نتعك وحدك شاص غير بسك هادو مواد ما تقدريش وحدك تستوعبهم في 6 شهور ولا 7 شهور ولا 7 شهور ممكن لنصحك أنك تروحي لأسات مختصين هما اللي عاونوك هما اللي عالجوا لك النقائص اللي عندك أوكي وإن شاء الله فيها خير أرواع وأفضل وأطيب وأرقى أستاذة شكرا جزيلا حبيبتي والله هذا شرف كبير لي ما شاء الله عليك أستاذتي العزيزة أشكرك جزيلا الشكر على كل مجهوداتك التي قدمتها معنا السنة الماضية أحبك في الله وربي حفظك شكرا حبيبتي هذه أحدى التلميذات اللي قرأوا عندي العام الماضي أمينة يعني عقد عليها مليح مليح و جسكا متنان أني ان كونتاكت الحمد لله أنو جي غاردي كونتاكت كونتاكت اللي قرأوا عندي العام اللي فات حتى بعد ما كملوا الباك وردوا لهم ودوا الباك انتاهم بقينا توجوغ انتاكت بقوا توجوغ يسقصوني يقولوا لي أستاذة واش هي التخصصات المليحة واش نختار واش هدي فسن في بليزيخ بس كان علاقتي مع التلميذ ليست علاقة فقط أستاذ وتلميذ نعطيه المعلومة وخلاص وإنما حتى بعد ما كملنا القراية وكملنا الباك وكملنا كونتاكت بقيت في اله بريود اللي فوتوا الباك وكملوا وقاو يستنوا في الريزيولتا بقيت توجوغ ونطلع لهم المورا قولهم ما تخافوش ربي معاكم اللي في خير بيجيبه بعد ما ربحوا الباك بقيت توجوغ معهم مون كونتاكت يكون تاوني أستاذة واش نختار ما هي التخصصات المليحة جبت المعدل فلاني واش تنسحيني ندير ففرanchement سم في بليزير بسك أنا فور موا مهنة التعليم ماشي مهنة تعطي المعلومة وخلاص وإنما هي مهنة نبيلة جدا مهنة إنسانية جدا وجأسبر قاعدة سوى كونتاكت اوك توت توت لابي لانسلما دانسل 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 مومة وخلاص فنسمنى لهم فعلا التوفيق والنجاح وجميع التلميذات اللي قرأوا عندي العام اللي فات نسمنى لهم التوفيق والنجاح والساداد إن شاء الله وربي معاكم فوالا هذه هي أغلب التعليقات اللي شفتها مهمة هذه المرة فطبعا الجماعة دائما كتحتاجون نصائح خلوهم لي في التعليقات في القناة وإن شاء الله كنكون لي نرد على أكبر عدد من الرسائل ربي يوفقكم والسلام عليكم